وشهد رئيس عبد الفتاح السيسي وسيدة قرينته انتصار السيسي افتتاح فعاليات النسخة رابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة شبابية واسعة هذا وقد شارك الرئيس خلال حفل الافتتاح كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وقارينته بالأضافة إلى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من العاشر حتى الثلاث عشر من يناير تحت شعار العودة معا وذلك بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم